بس اللي بقولك التالي اللي يعرف أبجديات الدستور يغرأ المادة 179 منه لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ والإجازة هنا ويجوز في غير المواد الجزائية النصف القانون على خلاف ذلك لم ينصف القانون على خلاف ذلك بعدين اللي بيقولك والله لا كانوا يقصدون شيء وطلع شيء آخر لا أخوي ثلاثة سبعة في نهاية دور العنقاد أنا قلت في خطابي إنه لن يكون هناك استقصاد ولن يكون هناك أقصاء ولن يكون هناك حرب كل هذا الكلام قلته وأيضا موجه لصحفي أحد الصحفيين موجه لي سؤال وأنا خارج من المجلس لذلك ذكرت الاسم وأنا ما ودي يعني تأذكر أسماء كان يقال لي هل هذا القانون يمنع محمد الصقر من الترشح ومنافسة تكيلت ما يمنع هذا القانون محمد الصقر من الترشح ولا يمنع غيره لأنه لا يوجد أثر رجعي هذا الكلام ما قلناه الآن ارجع إلى خطابي في نهاية دور العنقاد وارجع إلى كلامي مع الصحفيين بس السؤال الذي يطرح نفسه الحين الكلام الذي قلناه ومقدميه الاقتراح قالوا وأنا قلته ومجموعة كبيرة من النواب كنا نقوله وآخرين كانوا يقولون لا يمنع 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 الآن بعد ما طلع كلامنا عنه الصح وسموه عزل سياسي وسموه بعد ما طلع كلامنا عنه الصح هل يملكون شجاعة الاعتذار لنا؟ أمبن قالوا في حقنا في ذاك الوقت؟ أنا ما باعتذار لكن أقول المنصف واللي عنده شجاعة الاعتذار يجب أن يقر بأنه هو أخطأ ترجمة نانسي قنقر